صبر أيضا أخير كده خاصة بتوقعات التقس خلال 72 ساعة اللي جايين أمطار وشبورة مائية صباحا أعلنت الهيئة العامة الأرصادي الجوية توقعات تقس 72 ساعة المقبلة بأن يسود اليوم الثلاثاء أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري تمتد إلى القاهرة خلي بالكو اليومين دول الجاو بارد خلي بالكو بزيطة على طرق الصحراوية وطرق السريعة عشان الحوادث وحد من الحوادث نفسي أقول للناس بأمان عليك يا شيخ وانت ماشي على الطريق وفي شبورة شغل حتى الإضاءة بتاعة العربية أوركن شوية يعني لكن احنا بنمشي وندخل كده فيه ناس بتبقى غضل عنها عشان عندها التزامات لكن التزامات اللي برضو مش العجلة في الندامة طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا أستاذ نجوة يوسف الكاتبة الصحفية ورئيس القسم العسكري بجريدة وموقع فيتو نورتين شكرا بنا يخليك